السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فالسرأي من سيرين الغيبة في المنام بالمضرة التي ترجع على صاحبها فمن يغتاب شخصا للفطرة أو لفقري في الحلم فإنه يصيبه الفقر ويخسر أمواله ورؤية شخص يغتابك في الحلم تدل على تعرضك للحسد على عمل تقوم به وقد تدل على تعرضك للمهانة فيما حلم الأصدقاء يغتابونك فيه فهو يدل على تعرض للخيانة والغضر ومن رأى صديقا يغتابه وين القلوس حديث سوء عنه في الحلم فإنه يدخل بخلافات ومشاكل كثيرة أما رؤية شخص يغتابه شخصا آخر في المنام فهذا يدل على الفتنة العالمة بين الناس وقيل حلم شخص معروف يغتابك لشخص يدل على ابتعاجك عن منهج الحق أما رؤية شخص يتكلم عن شخص آخر بسوء في المنام فهي تدل على المصائب التي تأتي من اتباع الآخرين أما رؤية التكلم بكلام سيء عن شخص في المنام فتدل على مخافة الشرع والتعاليم الجنية فيما يرمز كلام الناس في الحلم إلى المضرة والمنفعة حسب ما يسمع الرأي منهم ورؤية شخص يشوي سمع ذلك في المنام تدل على الهرب أو الهم والكرب الذي يصيبك من تصرفات الآخرين ورؤية شخص يقذفك بالكلام مع شخص اغتابك في المنام تدل على اجتماع الآخرين على أبيتك ويقول ابن سيرين حلم تعرض للغيبة والنميمة للعذباء يدل على نيلها فائدة من شخص النمام ويرمز حلم الغيبة والنميمة المتزوجة لتحسن حياتها ومعيشتها إذا كانت المغتابة وإذا رأت المرأة المتزوجة أن شخصا يغتابها في المنام فإنها تدخل بخصومة أو مشجارة معها ويقول المفسير الأحلام الغيبة والنميمة في المنام المطلقة دليل على تخلصها من المتاعب والأحزان بعد شقاء وتعب طويل عاشته في حياتها هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام